الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحابة أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والنثى إن سعيكم لشتى من هو الأصل الليل أو النهار الأصل الليل أو النهار الليل يسبق النهار الليل يسبق النهار والظلمات كثيرة ظلمات بعضها فوق بعض والنور واحد والنور واحد الذكر والنثى من هو الأصل الذكر أو الوث الذكر خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها إذن فدائما في القسم يكون بإذن الله تبارك وتعالى البدء بالأغلب والأكبر والأكبر من ناحية الليل ظلمات بعضها فوق بعض النهار واحد والذكر والأنثى أيهما أعظم الليل والنهار ولا الذكر والأنثى شكوا بالنسبة للخلق أنتم أشد خلقنا من السماء بالنسبة للخلق الإنسان يعني ضئيل لكن من ناحية إن شاء الله الوظيفة الليل والنهار والكون كله مخلوق لهذا الإنسان فإن كنت تتحدث عن مسألة العظمة فإن الليل والنهار آيتين عظيمتين وتشيران إلى الليل والنهار وإلى الزمان فالإنسان عمره من هذا الزمان كم قليل جدا لكن بالنظر إلى الأهمية فإن الليل والنهار والسماوات والأرض وكل ما خلق هو في خدمة هذا الإنسان إذن فالإنسان من ناحية الوظيفة هو الأهم لأن الله خلق ماذا؟ خلق الزمان نعم هو ظرف زمان الليل والنهار وخلق ماذا؟ خلق الإنسان ولو حيز من الزمان ويملأه بماذا؟ بالسعي إذن خلق زمن السعي والسعي والسعي خلق زمن السعي ليل والنهار وخلق السعي هو الإنسان سعو إلا ذكر الله سعو السعي وذكر أيضا ماذا؟ السعي كيف يكون السعي؟ هذه الأولى من بعد غادي نقول لها إن شاء الله تبارك وتعالى المسألة الثانية أيضا يمكن أن نتحدث عن قضية أيهما أهم الليل أم النهار؟ أيهما أهم الليل والنهار؟ هي النهار لأن الليل إنما تسكن فيه لتستعد لكي تنطلق لكي تعمل في النهار لأن الليل واسمه هو أن تستكين سكن لباس راحة سبات لباس ليه لباس لكي بعد ذلك تنطلق للعمل وللحركة بالسعي فالسعي إنما يكون فاش في النهار إذن بالنظر إلى السعي واسم نقوله؟ زيد الأصل في السعي هو النهار هو النهار والسعي هو الذكر والأنثى إذن من هذه النهار من هذه النهار شكراً هو الآن من أن تكلموا على السعي الأهمية لمن؟ للذكر والأنثى وللنهار ثم بعد ذلك الليل هذه الثانية الثالثة والليل إذا يغشى والنهار إذا تجل متى نزلت؟ متى نزلت؟ في السنين الأولى للبعثة فالليل يشير إلى ماذا؟ يشير إلى ماذا؟ إلى الشرك إلى جاهلية التي كانت منتشرة بصفة ظلماء في مكة النهار إذا تجل فإذا بيئ نور محمد صلى الله عليه وسلم يتجل تجل ثم تكلم بعد ذلك على سعي هذا الإنسان في الليل والنهار أيما يغلب الظلمات الظلمات أم النور آه الآن والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى الليل يغشى فعل واسمه مضارة والليل إذا تجلى زيد والنهار إذا تجلى زيد ماضي فالليل إذا يغشى فعل مضارة والنهار إذا تجلى لأن النور واحد محمد صلى الله عليه وسلم ومن يحمل الرسالة طب واحد صافي كالظلمة التي تكون في هذا البيت فيكفيها مصباح فقط لكي يزيل كل هذه الظلمات إذن والليل إذا يغشى معنى يغشى يغشى ما معنى يستولي يستولي ويسيطر ويسدل بظلامه على من مقاش يغشى لم يقل في الآية اللي كان في سورة العرف قال يغشى الليل النهار لا يغشى هذا إطلاق يغشى ما معنى والليل إذا يغشى النهار لا يغشى مطلق يغشى واسمه كل ما يسدل عليه زيد يغشى شوه الكو زيد النبات الجماد الإنسان الجن الدواب الميكروبات يعني كل 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 يغشى إذن ليس هنا أهمية لما يغشاه الليل الأهمية واسمه يغشى يغشى مطلقة ليس هناك إشارة للمغشى من قبل الليل فالليل يغشى أي يسيطر يستولي يستحوذ يحيط الظلام بكل الخلق ويغشى في المظارة ما معنى يغشى في المظارة ما معنى الليل يغشى زيد يعني يتجددك ولكن يغشى واسمه كيف يبدي كيف يبدي تدريجيا تدريج إذن غادي في اللول تغرب الشمس واسمه يبقى النهار أو لم يبقاش يبقى شوية يبقاش الشفق الأحمر يغم على العشاء يبدا شوية تبقى تشوف زيد يبقى يدير شوية شوية حتى يوصل لجدك الحضاش التعليل واسمه يتكثف زيد يك تكثف الظلام ثم في جوف الليل يتكثف وأكبر أكبر 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 كثافة للظلمة متى تكون الليالي الليالي لا نهدر وعليل بلا الليالي وخلينا عاد في ليالي جعل عما شغيل ليالي في ليالي فوقاش في الثلث الأخير الصحر في الصحر يعني كيف يبدي هكذا تغرب الشمس تبقى النور ديال ذيك الشمس مازال تستع ثم يغيب إن شاء الله تبارك بتاع الشفق الأحمر ثم يبدأوا الليل عشاء الأخيرة ثم يزداد الليل ثم يزداد ثم يزداد ثم يزداد حلكة في جوف الليل ثم يزداد قتامة عند الأسحار ولذلك اختاره الله تعالى هو أفضل الأوقات ليقوم الإنسان فيها فيناجي الله فيحظى ذلك الوقت بنزول الخالق جل جو في أولا قال من مستغفرها الله إذن للكيف أشيدي الليل الغد يغشى مرة واحدة وللك جدفع المضار ما نغشى أي يسدل ظلامه على الكون رويدا 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 فمع ازدياد ساعات الليل تزداد حلكة الظلام حتى تصل إلى أوجها في الصحر والنهار واسبب تجلى فعل ماضي جاء النبي فأطفع القنديلة جاء السراج المنير تجلى تجلى في مكة أولا ثم يتجلى بعد ذلك في الكون كله داعي واحد يمكن أن يحيي الله به أمة من بعد غد نحضر على هذه ما نحضر إن شاء الله على هذه الناس سيدي لهم أمة نحضر على إن شاء الله من وصلها إن شاء الله تبارك إذن فالليل يغشى فع المضارع أن يبدأ في إسدال ظلامه على الكون رويدا رويدا زين فيزداد مع ازدياد ساعات الليل حتى يشتد في جوف الليل ويكون في أوجه في الأسحار النهار واسم متجلى مباشرة متجلى بحال المصباح تكون حلك الظلم الشعله وصافي مش الظلم كما راح نظر كان يكفي غير واحد سبحان الله لا إله إلا الله ما معنى هذا ما معنى هذا الله تعالى خلق الإنسان زيد قبل أن يبعث إليه الرسل فقد زوده بالفطرة الفطرة نور الفطرة نور الفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها كل موليد يولد على الفطرة فهو مؤهل لماذا مؤهل زيد لكي يسقي الفطرة بنور الوحي لكي يزداد نور هذا العبد فيزداد ضياعا لإزالة ظلمة الشرك والفسوق والفجور ولكن كده مكة حتى دخول شوف كانوا عندنا بقايا بقايا مناش بقيا مناش بقيا مناش من أهلي الكتاب وبقى وإنه شكو الخرين وبقايا زيد ممن لازلت لديه بعض الرسوم لإبراهيم عليه السلام فإن الله نظر إلى المخلوقات فمقتهم إلا بعض من أهل الكتاب اليهود والرسوم أو بعض ممن بقي محافظا على العقيدة الإبراهيمية إبراهيم عليه السلام أما هو مقتهم لكن كيف وصل حال الناس إلى الظلمة حتى مقتهم الله وكان يحتاج إلى مهار إلى مصباح إلى سراج لإطفاء هذه الظلمة كيف كيف إن شاء الله تبرك الليل لم ينزل مرة واحدة ليلة الشرك والظلم إلا والظلمات والفسق كيف أجداد عمر بن الوحي تعرف عمر بن الوحي عمر بن الوحي تعرف أو ما تعرف هو يجرجر قصبه في النار هذا عمر بن الوحي واسمه هو هو أول من جاء ببدعة الأصمام خرج إلى الشام وكان العرب في مكة أكثرهم على ملة إبراهيم أكثرهم كان فيهم بعض شكون بعض أهل الكتاب حال زيد بن عمر بن ونوفي ابوين سعيد وكان هذا ورقة بن ونوفل نصراني وكان فيهم شكون شو وحدين تابعين سيد الحنيف الإبراهيمية يعني كانت مكة كيف ما جدهرها على كل حال ما فيها شي تشيرك ما فيها الشيرك واسمك واسمك على ذهب عمر بن وحي إلى الشام فوجد أولئك الأقوام من قبائل العرب ومن الروم ومن الفرص الذين كانوا يستوطنون كانوا واسمه وجدهم يعبدون الأصنام فماذا فعل هذا هو أول من جلب الأصنام إلى الكعبة 360 سنة فدعاهم إلى إلى قالهم أنا مشيت عند دول متقدمة حساب له التقدم هو اسمه تقدم واسمه حساب له التقدم هو اسمه هو الحضارة هو البناء عمرو ما تقول باللي الحضارة هي الحجرة الوارش قال الحجرة مشي حضارة الحجر هذي مسائل المادية هذي لست حضارة هذي واسمه هذي عمران هذي عمران هذي أما الحضارة الحضارة واسمه هي المنهاش هي الفكرة هي الأخلاق المتعلقة بإنسانية الإنسان المتعلقة بهذا الإنسان حينما يكون صالحاً مصلحاً ها را قدرت نطحة السحب وتدعو الناس إلى العلاقات التي والعية تصادم الفطراش هذا بندم هذا هذا بندم هذا كما قال واحد السيد قال له قال له سبحان الله الإنسان طار في الهوائق الطائر وسبح في الماء كالحوت ولكن عجز أن يمشي على الأرض كإنسان يعني يوصل فين وراء يطير وراء يوصل لتحضل بها ولكن يوسم هو لم يستطع أن يكون إنسانا سميه كل حاجة إلا إنسان يعني مقومات الإنسانية منعدمة عنده بل أصبح يحارب فطرته كإنسان أسفل سافل رددناه أسفل سافل ردناه أسفل سافل أكثر من ولقد ذرعنا لجهنم كثير من الجن والإنس لهم قلوب ها والا تعطلت لديه وسائل الإدراك لميز الله بها قلوب لا يفقهون بها أعين لا يمصرون بها آذان لا يسمع إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون هم أضل من الأنعام هم أضل من الأنعام واسمها تفسدي إذن كيف بدأ الظلام في مكة كيف بدأ الظلام حينما جاء عمرو بن لحي ببدعة الأصنام جاء بحال ذاك اللي مشي يقرأ في أوروبا ويكون في الدول العربية بشي مشي يجيب لنا شي حاجة اللي تفعل وما واسمه جاء بنا فيما جاء بنا الفلسافة ديال الشيك جاء بنا واسمه الفكر ديال ديكارت جاء بنا الفكر انتع الإلحاد انتع الوجودية انتع كده بحال طه حسين مشي من هنا يقرأ في الأخور اسمه عميد الأدب العربي وداته فرنساوية هو ما يشوف واسمه يدير واسمه حتى كتب كتابا وقال انا حسب لي غد يجيب شي حاجة نفعل أمة واسمه كتب في الكتاب شكك في القرآن زيد واسمه خر واسمه خر قال لهم ان العرب لا يمكن أبدا أن يتقدموا إلا إذا اقتفوا آثار الغرب خطوة خطوة خلي عليك فعلاقاتهم الجنسية فعلاقات الأسرية هكذا هو كان يرى هذا اللي كان يقررهن هو وجوع أنت عن الناس مجموع أنت عن الناس هكذا تبدي هذا عمر بالله حي انتحد الزمان إذن فلما جئ بتلك الأصنام هل هناك من رفضها رفضها القليل القليل بل عظموها إلى درجة وفين درو دروها في جوف الكعبة اوبا بوبا بوبا 360 صنم كان بس العصمية طوفوا بالكعبة وحواليها 360 صنم ولم يشير إليها أبدا حتى فتحت مكة وبعد فتح مكة وبعد جاء بالقضيب وصار يشير إلى رأس كل صنم فيسقط ويهوى على أم رأسه فقش حتى عادت الكلمة تزيد والمنظومة والحكم للنهار حينما أطل النهار فلازالت ظلمات الشرك تزداد الشرك ظلمات ولا مش يظلمات إن الشرك لظلم عظيم والظلم ظلمات وستر بيكس أشك يقول والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبوا الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حساب والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له منه واحد السيدة مرفه ركو تعرفوا وعندوه دمشا مع واحد المسلم باكستاني وولدو واحد الرحلة باش يمشوا لديك سفينة تيطانيك ومشاوا مغرورين بالعين من تحم وكذا وكذا وباش يوصلوا ديك خمسالاف متر تحت الماء وصلوا واحد ربع الاف وخمسمائة ولا فإذا هي تصابوا بالنفجار في الظلم ما بقى ولا يشوفوا تعطل عندهم الكهرباء تعطل عنهم كل شي جاو يديروك فوجدوا كل شي انقطع عنهم للتصع كل شي كل شي واحد بقى يبكي كاللي يضرب كذا فانفجرت به ولم يعفر على اي شي منهم ضلمات هذي غير خمسا كيلومات تحت الماء هذي غير خمسا كيلومات تحت الماء ها هذا الانسان مغرور هذا الانسان مظلم القلب مظلم العقل هكذا ولذلك هكذا بدات بالصنم بدوش وحدين يواجهها ولكن اقلة لكن كل شي الناس مع التوالي لي ما اسمهم والليل والليل اذا يغشى شوي شوي يقنعهم شوي 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 حتى وله كل شي الناس هكذا يدير لهم هكذا يدير لهم كيف يقول من نعم سيدي ما عليش زور القبر ومن بعد واسمه اذبح عليه ما عليش زيد اخر ابني علي ما عليش زيد اخر زيد اخر حتى يتجد الناس يسجدون لغير الله فيخرج عليهم الشيطان فيقول انا ربكم فيسجدون له اخر الزمن يخرج الشيطان زيد ويتجلى لهم الشيطان ويقول انا ربكم فيسجدون لا لذلك هذه هذه واسمه هذه اهمية مصابيح الهدى اهمية الدعاة اهمية اصحاب الكلمة اهمية من يحمل النور اهمية الشاب ليس الصالح المصلح اهمية العلماء فالعلماء هم النجوم يهتدى بهم في في البر والبحر هي النجوم التي تضيء الانسان ظلمات الازقة والدروب المظلمة ولذلك سدر بيقول والليل اذا تجلى ما معنى تجلى اي ان الانحراف وظلمات الفسوق وظلمات الشرك وظلمات الفجور وظلمات الظلم وظلمات الريبة وظلمات المعاصي وظلمات الكبائر لان اي معصية تلكت في قلبه نكت سوداء ظلمة هذه الظلمات ولا يا ذوي هذه الظلمات تكتنف الانسان رويد احسابك غير يقولك الشيطان الكفر لا خطوات ولا تتبع خطوات الشيطان هو الشيطان عفريت عنده طريقة باش يدعيك للظلمات اي اسموية طريقة انت طريقة من ثلاثة اضلع الظلع الاول زيد يزين لك الباطل الاعلام زين لهم الشيطان يعني الحاجة ظلمة يقولك هذه نور اسمهم النورانيين التنويريين الحداثيين شي اسمي يا زين يسميهم المسلمين الظلاميين الرجعيين المتأخرين ها ها في اللون يزين لك يزين لك يزين لك المنكر بكري كنت نقول هاشي بكري كانت جي لنا الاشهار بكري بكري مالي يفير هالاشهار كيدلول الشامبوان يجيبوا مرأة عريان الشعر ديالها ويقولوا الشعر جذابوا بالعذاب يعني الان فرر القضية انت على الشرع وانت على الخمار وانت على كذا وانت تتطبع على ذلك ومبعد تقول لعندك عادية ومبعد تقول لعندك عادية واسمو ومبعد واسمو تبقى تمشي مع بناتك وزين من بعد واسمو تشوف بنتك معه واحد وما تقدرش تهضر بل يقولوا هذي حرية اقسم بالله لا عندنا خلوك يعني يعني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يعني ما شاء الله وشوفوا في ذلك السيد اللي قابل شوية في الدين ديالي وزاوزه ويقولوا متزمت ما نقلسوش معاك ما شح تلت مبا ما نتفهموش معاك يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف نحو لا هي عنوان التقدم عنوان الحضارة عنوان التنوير الحداثة بعد الحداثة فالليل إذا يغشأ أي يستمر بخطوات ثابتة مستمرة لا تتوقف حتى يظلم القلب ويظلم الفكر ويصير ظلاميا صاف لا إله إلا الله اسمتها سيدي حضي روحك قال عليه الصلاة والسلام العبد إذا ارتكب معصية نكتت في قلبه نكتة سوداء حلا زيد فإن استعتب وتاب سقل القلب وعاد كما كان فإن لم يتب زيد وعص الله زيد نكتت أيضا نكتة سوداء فلا زال في غفلته يرتكب المعصية ومع كل معصية تنكت تنكت سوداء والسوداء وهذه النقطة السوداء تكون على قدر المعصية فإن كانت المعصية كبيرة السواد يكون كبير فإذا بالسواد ينتشر على حسب النور في القلب فإذا أظلم القلب صار في الأخير قلبا قلبا أسود مربادا كما ورد في الحال كالكوزي مجخية الكوز واسموه الكوز واسموه الكوز واسموه الكوز أما شل يكلفو الله يهديكم الكوزي هو الكاس كيزان هو الكاس والمجخي واسموه المجخي مجخي واسموه مجلوب على مجلوب على الأخير منين يكون الكاس مجلوب على الأخير تكون فيه شي ما ولا ما يكونش فيه واسموه فيه الهواء الهواء استقر الهواء صار المعبود الهواء إذا سود القلب خرج النور نور دي الإيمان واسموه الهواء أفمن اتخذ إلهه هواء أفأنت تكون عليه وكيلة أم تحسبوه أن نسمعهم أن أكثر من يسمعونا ويعقلين لهم إلا كلا نعام بل هم أضلوا سبيلا صورة الفرقان الله أكبر هكذا تصرى ولذلك أخوف ما يخاف العبد على نفسه واسموه الخطوات خطوة ما عليش هذه ما عليهاش هذه ما عليهاش هذه ما عليهاش هذه ما عليهاش هو لا يرى ما الذي يحدث في قلبه الله أخوتنا منين تفكر شي ناس يمشون الخارج ولهنا ويمشون مدينين ولكن مع المعيشة ديالغرب تبرج هذه ما عليهاش حتى يقول لي يسكن معه المرأة لا تحلوا لا ويدير معه على الولاد وبلاك يغطوه وكان يحضروا معنا في الدرس أنا وقسم بالله يعني كان يحضر هنا ياهو وكان يبكي منين يسمع الموايضة كان يبكي منين يسمع الموايضة واش واش هاتش ياهو الحذر الحذر لأنه نقيتا ليظلم القلب ما يبقاش يشوف ولم يبقاش يشوف الشيطان يدك في الماء الشيطان يقودك إلى حيث يريد ما دام الإنسان قد أظلمت جوانحه بظلمة قلبه إذا أظلم القلب أظلمت وسائل إدراكه العقل مظلم الجوارح مظلمة السلوك مظلم الحركة مظلمة الكلام مظلم أنا كيسمع الشيء واحدين في الهدرة الكلمة اللي هو ليس ببرم عنده ذاك بحلرة يشرب الماء واشر يقول هذا هذا واشهذا واشه كيصار لهذا كيشه يعني هذا واسمه هذا واسمه هذا سبحانك ربي إذن والليل إذا 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 يغشى يغشى هكذا ثم والنهار إذا والنهار إذا تجلى ما معنى تجلى فعل ماضي ظهر زيد ظهر يعني ضربة وحدة ظهر شوف من يد خرج الشمس يكون مشاء الظلام ولا ما يكون مشاء الظلام واش مشاء ولا مشاء الظلام المشاء قبل ما تخرج الشمس فوقاش عند الفجر الصادق يعني ما زال الشمس بقي لها ساعة ونص باش تخرج ومنين تشوف القبلة واسمو سيف واسمو سيف انبلاج الفجر الصادق واحد النور وقلع ذاك الجهة الأخرى ما زال ما خرجت الشمس يعني غير يرحاصات من تخرج الشمس تطرد الليل ما زال ما خرج أما مني تخرج هكذك بيضاء لكل عالم كله استنار كله استنار ولذاك ما معنى تجلى ظهر زيد دفع واحدة ما شير دفع ولانا غديش تظهر دفع واحدة غديش يدفج ما تجلى هي ظهر أنا ظهر ولكن هو اسموه ظهر تجري أخفى الليل ظهر أهلا السياء بخالي لا بس ظهر ظهر واسموه اسم عسما ظهر بعد خفاء كان مخفي من الذي أخفاه الليل وكان النهار واسموه مخفي وحينما يعني يتجلى النهار يتجلى أي يظهر بعد خفاء يعني كان مخفي كان مخفي معنى ما كانش كاين النهار إلا شتو الشرك والفسق والفجور وظلمة الشي كاين موجودة معنى واسموك ما معنى واسمو معنى واسمو أين أين تجلي الحق أين تجليات الحق من عدم من عدم إذا فشت ظلمة الفجور والشرك والفسوق ويرفع المنكر رأسه وما كشف يهدر معه ويستمر الظلام لماذا يستمر الظلام لأن الحق لا زال في خفاء لم يتجلى بعد كاين المسلمين كان المسلمين كان من يسلده كان من يسلده يوى ولكن من ذا الذي بإذن الله يشع بنور الهداية لإزالة هذه الظلمة من هذا هو الذي تحتاجه الأمة هذا هو الذي يحتاجه الأمة يحتاج المصابيح التي تضيئ لنا أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليش بخارج منها خس الإنسان الذي يمشي بالنور خس الإنسان الذي يمشي بالنور يمشي به مشي يمشي معه لو قال يمشي معه ووجد بعض العراقين في الطريق لكن هذا يمشي به إما أن يمشي به أو لا يمشي فهو طاقتك التي تطع يعني عندك لي منانا في القلب ماشي شيء في الليد ماشي شيء مشى معك ماشي لمبول في يدك لمبول في يدك يجي واحد يضربك هاك يتقلعونك ويطفعه لهو هنا لا يمكن لأحد أبدا أن يصل إليه هنا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها قل سنع ولذلك كل شيء صورة تتحدث عن قضية اسراج القلوب أعطى واتقى وصدق هذا من بعد شوفه أعطى واتقى وصدق بالحسنة اسرجوا خلوبكم نوروا خلوبكم حتى تكونوا أنوارا تكشف ظلمات الفساد والفجور والفسوق هكذا ثم بعد ذلك هذه الصورة الأولى الصورة الثانية أنت تريد بإذن الله تبارك أن تسرج قلبك لكي يكشف الله بك ظلمات الفسوق والشرك وكل شيء هل 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 تحتاج فقط إلى النهار فقط تحتاج إلى النهار فقط يقولوا لي لا أنت من أين يجي النهار فيك شيء نور راح فيك ما فيك شيء توخحت النهارك مظلم إذن مش شيء النهار هو الذي يسرج لك النور في القلب مازال مازال لا 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 غيف النهار والليل غير مع القضية هذا النهار إذا تجلى هذا تجلى انت على الحق في صورة هذا الإنسان الذي يحمل النور في قلبه ليوضع إلى الناس الدلوب المظلمة وش هو يحتاج غير للنهار نهارك وتشوفه يمكن رأيك يمشي يخدام ويمشي الليل وسبحت حتى الليل حينما ينام الناس في غفلة واحد ينام مع مرافل حرام واحد يظل يلعب القمر واحد يظل يقصر على هذا البورتابل يشوف في الفساد يشوف في المنكرات يظلم قلبه يطفي النور ديال القلب دياله في الكين واحد اللي في الليل يعمل على إطفاء بكية النور في قلبه ليصبح مع تجلية النهار مظلم جندي من جنود الضلام وآخر يغتنم الليل فيجعل لك أن الناس يحبوا للبزاف الأولياء يحبوا للبزاف قالوا علاش لأن الليل فيه الستر وصدقة السر خير من صدقة العلانية وصلاة الليل خير من صلاة يراك الناس ففيها إصراج القلب بنعمة الإخلاص والصدق إن ناشئة الليل هي أشد وطأا وأقوى مقيلة الله أكبر أشد وطأا الله أكبر وإذا كسردني بك يقول بشر البشائين في الظلم بالنور التام هذو اللي تمشو في الليل ويعطيهم ربي النور فين يكونوا غازين هاي كلهم بغازين واللي غازي في الظلمة للكانتينا يشعلوا ولا ما يشعل إلا كنتبقلوا شي ببيلس غير أطفال بشر المشائين في الظلم إلى المساجد المساجد فين كين النور بالنور ما شين النور تام يوم القيامة يوم يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمان بشراءكم اليوم والجنات تجري من تحتها لنهار يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمن انظرونا نكتبس من نوركم قيل ارجعوا وراكم للدنيا فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم أصحاب الظلم يقول الممين ألم نكن معكم قالوا بلاء ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم لماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبيس المصير الله أكبر الله أكبر الله أكبر يعني حتى الليل واسمه هو هو من أجمل الأوقات وأكرمها وعزها على من يريد إسراج النور في قلبه بتلاوة القرآن وتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا الليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم بالغد يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلموا نفس ما أخفي لهم من قرة عيون جزاء بما كانوا يعملون ها كان الصالحين حينما يأوون إلى فراشهم ينظر أحد إلى السماء ويقول غارة النجوم وهدأت العيون وأنت الحي القيوم لا تأخذك سنة ولا نوم فيصف القدمين يناجي الله فيستطول الليلة عند بدايتها فإذا استفتح يناجي الله لا يشبع من مناجاته حتى يسفر الصبح ويكون من من لم يشبع نهمه في مناجات الله حتى قال أبو سليمان الدراني مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يتذوقوا أحلاما فيها قيل وما أحلاما فيها قال حلو مناجات الله المسألة الخامسة الليل والنهار الليل والنهار قولوا لي واسم العلاقة اللي بيناتهم متقابلان ما معنى متقابلان زيد ما معنى متقابلان ماذا ينتج عن التقابل ماذا ينتج التكامل في الأدوار ففي الليل تسترح علاش تسترح ما علاش لكي تصبح زيد في النهر زيد لتسعى شوفوا اللي يقلب الليل ورده نهار والنهار رده ليل هذا تحسبه ميت الذي لا ينام وقت النوم شوف إلا ما بغيتش تنعس فاقتل للدير شي حاجة نفعك صحيح لكن ما تنعس على شي حاجة تافيها قال العلماء من حرم نفسه من نعمة النوم للاستكانة لكي يصبح قويا نشيطا لكي يعمر الأرض ويقوم بوظيفة الاستخلاف عن الله هذا إنسان ماذا يحصل الله ماذا يحصل الله ماذا يحصل سيصاب هذا البدن باش باش بالشيخوخة المبكرة يتهرس يتصيب عنده ثلاثين عام كما قال العلماء ثلاثين عام اربعين عام لمشى على ذاك شو اسمه وقع له اسمه وقع له مع هذ المسائل اللي عنده ويصطدم مع الفطران الله تبارك وتعالي واحدة السيدة قال له السنة يجدك بخير إن شاء الله تبارك وتعالا بغيت نتلقها معاك صرخ بسقيق اوه ربي يا ربي يا ربي بغيت نتلقها معاك إن شاء الله تبارك وتعالي عندي معاك واحد اشي حاجة اعطيني 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 إن شاء الله تبارك وتعالا الموعيد قلوا الموعيد إن شاء الله تعالا مر العشاء ولا قل لله انا مرعشان كل نعز انا عمرني ما بقيت مرل عشاء قلوا فوق اش بغيت قل لي مرل في جن تلاقي قل له علاش قل لي انا عمرني في حياتي شاب مان عص مرل مرل تعرفو هات الشاب كده او ما تعرفوش من أنجح الشباب تدين نور في الوجه ولكنه اسمه ثروة 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 جمعة ثروة بالحلال كين شوفوا هكذا هنا سبحان الله ماين عسمه ما يقصرش مور العشاء الصباح هو الأول صباح هو الأول في الفجر وكي يصنل الفجر ما كتشل نعاس كين دير الصحاء كين شوفون نفرح ها الشباب ها هذا نموذج للشاب المستنير إذن الوسم هو الليل والنهار وسمه هو الأدوار طاعة ما وسمه كتكامل زيد الأدوار طاعة الذكر مع الأنثى الليل والنهار الليل وسمه هو الليل الليل وسمه لباسا والنهار وسمه هو معاشا والمرة بالنسبة للرجل وسمه هي لباسا لباسا هن لباسا لكم جاك وسكن هي سكن والليل سكن ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم وزولة تسكنوا إليها سكن من بعض غادي أن تكلموا على شيء إذن هناك تكامل بين الليل والنهار إذن أخذك تعرف بإذن لا إن شاء الله تبارك وتعالى إذا أبغيت وتدوح الفائدة هذا النهار كان رسول الله يكره يكره الصهر بعد العشاء إلا لأمر ذي بال نعود لكم ولا ما نعود لكم خليوني غير أنا اللي يلغاوا لي القصر بسي فعلية ولا ما مشيتش عندهم يندقروا أراني مضحية أراني مضحية معهم فهمتوا أراني مضحية لا قلت له ما نجيش بقى خاطره وكذا وكذا أراني ما نقدرش وكبرت في السن ما يعذركش ما ينف هذ السن يخصني مور عشان نشي الناس باش تستمر باش تستمر لكن ما عليش ما عليش كان رسوله يكره والكراها قد تصل إلى كراها التحريم فقاش تقول لي كراها التحريم إلا كنت واسمه تفوت العشاء واسمه تصار علاما المنكرات الفجور على الانترنت الانترنت في ذلك المواقع تعال فساد وش هذي هذا هو اللي غادي يستنير وغادي يكون مصباح في النار وغادي ينفع الناس كي يصبح بحاله كما قال مثل ذاك رجل نبال الشيطان يقول لي ولي ما رحضت على الشيطان راكم تفهموني ولا ما راكم نسخصيك موحد السؤال شكل رايس اللي الصباح ما نكون في الصلاة الصبح في المسجد يعلي صباح الحمد لله صافي صافي الحمد لله الحمد لله أنا خفت أنا خفت أنا خفت قاعد حضرت درس وكذا ونقاوله القضية تقطع الصباح ما تصليش ولكن كان يقصر غيرا الصباح باش يمشي الصباح يقول لي نعصي النهار كامل يمشي النهار كامل هذا هذا يعمل على زين تخطيم وسائل إدراكه وطاقاته فلا ينتفع في نهاره إذا ضيع إذا ضيع واسم إذا ضيع واسم ما جعله الله للعباد في الليل من سكن وراح إذا الإسخص يكون إن شاء الله يتوافق مع هذا الكون مع هذا الميزان لدرس كامل الساعة البيولوجية تعالطوا سلمها الساعة البيولوجية ما اسمي الساعة البيولوجية مcie ولا ايه وصافي هذ اللي انت عالنا عاس ف الليل هذي خستك تنوضiqué م었어 حاربة شوف تكون ربي وتصلي ومن بعد نعم أصلي تؤذ ت请 correspond حتي صرح ويُج وي preguntas عند الصنهار تمشي الدير القيلولة باش تستعد لاخر باش تستعد بعد ذلك الاخر وحتى تصلي المغرب والعشاء بغي تصلي شركة عا تصلي عندك شي حاجة تفيد الأمة في الليل ديرها ما عندك شي تستلقي لكي تأخذ قسطا من الراحة في الليل في الليل دائما الليسان يريدون منه يبغي ينعس يريدون يكون ظلام تخيلوا معي الله يرحم لكم الوالدة لو أن الكون غي ليل تقدروا تعيشوا تخيلوا معي لو كالكون غي نهار تقدروا تعيشوا يا إلهي شكو يجيب اللي الآية شكو يجيب الآية شكو يجيب الآية ها هو شكو يجيب الآية واخفين كاين هاد الآية هاش من صورة ها هو سكت علينا هاك 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 القصص قول رائتم إن كان جعل لكم الليلة صرمضا إليهم القيامة من إله يأتيكم بضياء ها قول إن كان عودك ليلة كل شيء مهارك من إله يأتيكم بيلة تسكنون فيه هذا عفريت هذا السلخضر هذا في المنه ينصيبه واشده ولكن تلي تبعه والله انت ربي يرزقك الله يحبكم انت غير 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 قولها ما تخليمش يجاوبوه جاوب باش يديها هو ألاقاش هو محتاج لهذا الأحوال وخاصي دي هذا التكامل وصل الله اليوم للتكامل باش الإنسان إن شاء الله تعالى يعرف باللي هاد السنة الكونية لا تتبدل إلا بغيت إن شاء الله تبارك وتعالى تقبط الصحة ديالك يخصك إن شاء الله تبارك وتعالى الليلة أخويا الليل إما تصلي العشاء وتمسي تنعس أو لا تقوم شوية الليلة ولا تديرش عاجلت على الخير وتمشي تنعس لكي تستعيد من لطروع الشمس باش تبشي تخدم إحنا 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 إنس راقدة كل شيء الشباب راقد مع الصباح وبغيت لأمة قتلهم و هذي قول ضمير قتلهم من يقللها را عرب را قتلهم شوفوا فوقاش غادي نخافوا إحنا 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 حينما يصلي المسلمون صلاة الصبح بالقدر الذي يشهدونها يشهدون الجمعة أما مادم تمشي الجامعة مع الصباح وتصيب لي أربعان تعالنا سوالها خمسة عرب الله لا إله إلا الله راح نغينا هادرو عندنا غي واسم عندنا عندنا غي الشعارات ما عندناش الحقيقة ها كملنا نزيل نكمل لكم السؤال المؤلمة تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلموا نفس ما أخفي لهم من قرنة وعجزان بما كده مرة نذكرناها قبيلات يا الله أشمن صورة زيد أخوي ها جي هاك دي ها استجدا سيدي السيد زوبير زيد أسيدي هوا فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودة ها بالله ما تهضروش يا الله أسيدي رحنا نهضروك على آية التعليل يا الله أسيدي فتهجد اسمع كون هذا الري وش وش لماذا توش وش يا أخي انت يعرف ينذق أروح أنت كسمك بعد السي أسي محمد وعا زيد أسي محمد واسمه هي الصورة الله يرحم مواجدك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة